اهلا بكم كل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع احنا موجودين مع حضركم ومستمرين في تغطيتنا الخاصة للمؤتمر الدولي لليونسكو لتعليم الثقافة والفنون والمنعقد هنا في امارة ابو ظبي دمج التراث في التعليم ده واحد من اهم الملفات والموضوعات اللي تم منقشتها في جلسة عسرية جدا شارك فيها عدد من المسؤولين في مختلف الدول العربية وايضا كان من ضمن الحضور ممثل بعض المنظمات الاجنبية والدولية وكان من ضمن المشاركين الاستاذة موزة المزروع رئيسة واحدة الانشاد الثقافي دائرة الثقافة والسياحة بابو ظبي والاستاذة علياء الحازيمي اخصائي اول دراسات وبحوث بوظارة الثقافة الاماراتية اهلا بحضركم انا بحضركم وشرفتوا النهاردة يعني المرأة العربية خلال جلسة اليوم وخلال مشاركتكم اليوم وعايز اعرف ليه الموضوع ده في غاية الاهمية وابرز مشاركتكم خلال الجلسة النهاردة طبعا هذا المؤتمر جدا مهم وشرفنا طبعا استضافته في دولة الامارات العربية المتحدة اخر مرة انعقد هذا المؤتمر كان من 14 سنة في كوريا فكان جدا ضروري ان نراجع كيف التعليم والتراث والثقافة يداخلون في بعض وكيف نقدر نطور هذا المنهج وان شاء الله على بكرة بيكون فيه القرار النهائي بخصوص هذا الموضوع نحن كوزارة الثقافة في دولة الامارات عدنا الاطار الوطني للانشطة الثقافية الاماراتية في الوطن العربي جزء كبير من عاداتنا وتقاليدنا هي غير مادية فكيف نقدر نحافظ عليها بين الاجيال للأسف مع تطور الزمن ونكون يعني وايد اونلاين فما نركز وايد على هويتنا الوطنية بتعدنا شوي نركز اكثر على الهوية الاجنبية فكيف نقدر نحافظ على هويتنا من خلال مساعدة الطلبة ان يمارسون هذه التقاليد بيدهم عشان يذكرونها وما ينسونها فهدفنا ما بس الطلبة الاماراتيين ايضا غير الاماراتيين لان في دولة الامارات عدنا ميتين جنسية ونعدهم طبعا كاماراتيين فجدا مهم عدنا تعليمهم ما بس عن العادات الغير مادية بس عاد ايضا اماكن التراثية عن العادات والتقاليد عن المفاهيم الاماراتية مثل الكرام وحسن الضيافة ومن هذه الامور ايضا وزملائنا في دائرة الثقافة والسياحة في امارة ابو ظبي طبعا شغلهم جدا يساعد شغلنا لانهم يشتغلون اكثر على الموارد الثقافية فبخلي زميل تيموزا تكلم اكثر عن موارد الحقيقة اللي تم استعرضه اليوم محركة استعرضته خلال الجلسة الدائرة لها خطة ومحاور عمل في هذا الموضوع اللي كله طبعا هو الابرز هو العنوان الاساسي يعني خصوصا ان احنا مش بنفكر بس للاجال الحالية لا احنا كمان بنفكر للمستقبل والاجال القادمة والنشأ وتعليم الاطفال وغيره فممكن تولدنا بشكل وسريع ومبسط ابرز المحاور اللي تم التأكيد عليها النهار فنحنا دوننا كالدائرة الثقافة والسياحة ومن خلال مواقعنا الثقافية نحرص على الوعي الثقافي للطلبة ومش بس الطلبة طبعا يخص المعلمين فمن المبادر اللي نحنا منقوم فيها من غير الزيارات المدرسية للمواقع واثراء معلوماتهم خلال التراث عندنا موارد ايضا للطلبة وللمعلمين تفيدهم في تعلمهم عن التراث ومن بين هالأشياء المنصة التعليمية اللي تم اطلاقها اللي هي الاي سي اتش تات اي اي ومن خلال هالمنصة هي تفيد زملائنا في اطار اللي وضعوه حق الاماراتي كولتور الفريمورك فيعني بغينا شيء مو بس خاص بوظبي بس بالامارات ككل كيف نحنا نقدر نوصلهم التراث والممارسات الثقافية للصف للبيت فصممنا هالمنصة اللي هي تحتوي 34 عنصر اساسي من التراث الثقافي واطلقنا بطريقة تكون مسلية وجدا يعني يحس الطالب انه زملاء يكلمونه مش طالب او مش ممارس ثقافي او غيره يحس انها شيء فعلا حي عنده في البيت في المجتمع في الاماكن اللي يزورها يعني سؤالي لحضراتكم انتو الاثنين على المستوى الشخصي قدي انتو شايفين انه نعقاد المؤتمر ده هنا في دولة الامارات وبحضور اكتر من 190 دولة من مختلف دول العالم قدي هو مهم وقدي هو وانتو حسيتوا بايه وانتو موجودين ومشاركين والنهاردة كان في الجلسة فيه ناس من مختلف دول العالم وماشاء الله يعني نمازج شابة للمرأة العربية اللي بنفخر بيها فقدي انتو على المستوى الشخصي حسيتوا ان المؤتمر ده مهم والجلسات دي فعلا هتفيدكم وتفيد كمان كل الحضرين طبعا جدا فخورين نحن حاليا في العالم نركز على الاقتصاد الثقافي والابداعي فهذا المؤتمر جدا مهم يفيد الطلبة ان يصبحون هم فناني المستقبل في النهاية هم اللي بيساهمون في هذا الاقتصاد الابداعي فهذا مؤتمر يعني 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 وقته ويتأخرنا 14 سنة بس الحمد لله حصل عندنا في دولة الامارات ونحن كدائرة ثقافية يعني مهم جدا ان نحن نتعلم من تجارب الاخرين فكون ان في جلسات عديدة عن تجارب دوائر او مؤسسات مختلفة من حول العالم عن التراث عن التعليم عن الفنون نتبادل الثقافات ونتبادل التجارب ونفهم من بعض شو افضل ممارسات اللي شافوا فيها النتيجة وهل يعني نحن في نهاية اليوم نطبح لان شاء الله ان شاء الله ويعني منتظرين اكيد الاطار اللي هيخرج بكرة وحبب اشكركم جدا شكرا جزيلا عوجودكم معنا شكرا 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 لحضركم وشكرا لكل مشاهدي تلفزيون اليوم السابق شكرا لحضركم وشكرا لحضركم